أشهد معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس المجلس الوطني بالتجاوب السريع من لدن جلالة الملك المفدة إزاء التوصيات التي رفعتها السلطة الشعية في جلسة المجلس الوطني صباح اليوم وأكد الظهراني في تصيح الله أن تجاوب جلالة الملك يأتي ضمن اهتمام جلالته الدائم بما تطرحه السلطة التشعية واستشعارا من قبل جلالته لحجم الموضوع الذي طرح أثناء الجلسة وأبعاده وطالب الظهراني من المسؤولين في المملكة بتنفيذ توجيهات جلالة الملك وتقدير حقيقة الظروف التي تمر بها المملكة وضررت معالجة الأوضاع بشكل عاجل والبدء بتنفيذ التوصيات التي رفعها أعضاء السلطة التشعية كل على حسب اختصاصه مشيدا بحفاوة التعاون الكبير الذي تلقاه السلطة التشعية من قبل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وقال ظهراني إن أعضاء المجلس الوطني الذين أقروا تلك التوصيات يمثلون المجتمع البحريني بكل شرائحه وأطيافه وهم يمثلون صوت المجتمع الذي يرفض العنف والإرهاب بكافة أشكاله ولا يقبل أن تستمر تلك الممارسات أكثر من ذلك وكيدا أن وحدة كلمة شعب البحرين ووقوفه بكل طوائفه صفا واحدا في وجه الإرهاب هو أول خطوة لدحره فجماعة العنف والإرهاب لا تمثل للشعب ولا الطائفة بل لا تمثل إلا نفسها والفكرة المتطرفة الهدام الذي تؤمن به وفي ختم تصريحها كدى ظهراني أن المجلس الوطني يدعم الإجراءات التي تحافظ على الوحدة الوطنية ومستقبل الأجيال القادمة ومقدرات الوطن ويدعم كل الجهود الخيرة التي تبني هذا الوطن وتساهم في ازدهاره والسقراره اشتركوا في القناة